بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بحضراتكم جميعا في قناتي مروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدمنا حضراتكم فيديو جديد ملخص كل الدروس الصف الثاني الابتدائي في مادة اللغة العربية النحو علينا المفروض ابني يكون طالع الصف الثالث علينا منهج ايه في الصف الثاني الابتدائي المفروض كل الدروس دي اللي كانت مقارنة علينا في الترمي التاني أصدقائي هنعرض المحتوى معاكم بطرقة بسيطة جدا ونبدأ نشرحه في فيديوهات بعد كده بطرقة بسيطة جدا أول حاجة قبل ما نبدأ الفيديو ريت تدعموني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصل لكم كل جديد أول حاجة يا أصدقائي المفروض نكون عارفينها مع بعض أسلوب التعجب ده أول حاجة علينا وبيحنا نبقى معلمينه بأنه بنهايته بيكون علامة التعجب وكمان علينا علامات التركيم نقطة الفصلة الفصلة المنقوطة علامة الاستفهام علامة التعجب وعلينا المفرد والجمع المفرد أي كلمة بتدل على المفرد سواء كان مفرد مذكر أو مفرد مؤنس الجمع بقى يا أصدقائي عندي ثلاث أنواع هو ما يدل على أقصر من سنين أو سنتين بزيارة وونون أو يأونون جمع مذكر سالم جمع مؤنس سالم جمع تكسير كمان عندي كلمات على الوزن نفسه يعني كلمات لها نفس النهايات ولها نفس عدد الحروف ولام التعليل دي بيكون علينا يا أصدقائي لها متصلة بفعل مدارة يعني مثلا نسألك السؤال مثال أمارس الرياضة لأنشط جسمي وعلينا كمان ظرف المكان وظرف المكان عبارة عن اسم منصوب بيبين مكان حدوث الفعل زي فوقا تحت أماما خلفا المسنة المسنة هو كل كلمة متصل لنهايتها ألف ونون أو يأونون ونون المسنة بتكون إيه بتكون دايما مقصورة يعني تحتها قصرة المسنة هو ما يدل على سنين بزيارة ألف ونون أو يأونون إلى المفرد وأشرح معاكم بالتفصيل وعندنا أسلوب النفي لم ولم وانا شرحته موجودة على القناة سيب لكم كل لينكات الفيديوهات اللي أنا شرحتها في كورسات تأسيس النحو وأسلوب النحي اللي بيبدأ بلا تقطف الظهور مثلا أو لا تلعب في الشارع والفعل المضارع الفعل الأمر وظرف الزمان اللي هو عبارة عن ظرف الزمان ده بيكون عبارة عن اسم منصوب بيبين زمان حدوث الفعل زي صباحا مساءا ظهرا عصرا بعد كده عمدي الشدة وهي عبارة عن تكرار الحرف مرتين في النطق ولكنه يكتب مرة واحدة وشرحتها معاكم بالتفصيل وبعد كده علينا أسلوب النداء اللي بيبدأ بأداة النداء يا يا محمد زاكر دروسك بعد كده علينا الفعل وأنواعه أبقى عارفة بمعنى كلمة الفعل يعني يا أصدقائي وعارفة أنواعه الفعل المضارع والفعل الماضي والفعل الأمر وعلينا كمان أسماء الإشارة هذا وهذه وهزان وهاتان وهؤلاء وذلك وتلك وأولئك أسماء إشارة المفرد القريب وأسماء Lauren أسماء الإشارة للقريب وأسماء الإشارة للبعيد أسماء الإشارة للقريب هازه هذه هزان هاتان هؤلاء أسماء الإشارة للبعيد ذلك تلك أولئك ولازم نركز على أسماء الإشارة للبعيد يا أصدقائي عشان مهمة جدا وبتيجي في استخراج هات الفقيرة اللي قدامك وبنبقى أحنا بطلق بطيل ومش عارفين نخرجها من الفقرة عشان احنا مش مركزين عليها اسماء الاشارة للبعيد ذلك تلك أولئك وكمان علينا يا اصدقاء الجملة الاسمية وجملة الفعلية الجملة الاسمية هي اللي بتبدأ باسم والجملة الفعلية بتبدأ بفعل وكلنا بنبقى عارفين الاسم والفعل والاسم هو مدل على اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او صفة او اسم اشارة او ضمير دي كلها وقع تحت بند الاسم وانا شرحت معكم الاسم وعلاماته ده كان اول كورس والفعل وانواعه ده كان اول كورس عليكم في الكورسات تأسيس النحو من البداية اعتبر انا شرحت كل الدروس ديت قبل كده وموجودة هسيب لكم الانكاب بتاعتها ده المقرر بتاعنا للمفروض ابني يكون عارفه قبل ما يدخل الصف الثالث اللي يبتدأ دعواتي لكم جميعا بالنجاح والتوفق ما تنسونيش من اللايك للفيديو والاشتراك في القناة والسيبول كمينت كويس وبعدين كمان دعواتي لكم بالنجاح والتوفيق تحياتي لكم مر وزهرة